اشتركوا في القناة والولايات المتحدة فضلا عن تكثيف التعاون والتنصيق القائم في مختلف المجالات لسيما العسكرية والامنية في ضوء اهمية ذلك لدعم جهود استعادة الامن والاستقرار وترسيخ السلام في منطقة الشرق الاوسط واضاف المتحدث الرسمي ان اللقاء شهد التباحث حول عدد من القضايا ذات الاهتمام المشترك خاصة تطورات الموقف في قطاع غزة حيث استعرض السيد الرئيس جهود مصر لخفض التصعيد مؤكدا اهمية تضافر جهود المجتمع الدولي للدفع في اتجاه احتواء الموقف المتأزم ووقف تصاعده في اتجاهات خطيرة والتحول الى نهج احياء مصار السلام على اساس حل الدولتين التي تعيشان جنبا الى جنب في سلام وامن اخذا في الاعتبار خطورة امتداد التابعات الامنية لهذا الصراع الى المحيط الاقليمي برمته كما تم تناول الاوضاع الانسانية في قطاع غزة حيث شدد السيد الرئيس على اهمية الاستمرار في اصال المساعدات الانسانية الى ابناء الشعب الفلسطيني في القطاع على نحو مستدام وذلك كأولوية قصوى في ضوء الاوضاع الانسانية المتردية بالقطاع اشتركوا في القناة